اهلا بحضراتكم من جديد في الحلقة دي هنتكلم على النوع التاني من انواع في الحلقتين اللي فاتوا مباشرة اتكلمنا على السبب والطريقة اللي نختار بيها الديزاينز واغراض الديزاينز وتكلمنا على في الحلقة دي بنتكلم على النوع التاني اللي هو المرة دي بقى الريسيرشر لما راح يقرأ هنا احنا في الجزء that دلوقتي فى المنطقة دي انا ساقيب لكم فوق هنا يعزما هو وبنكمل المرة دي دي لاقى موضل للقى والثاني والثالث والرابع يعني اللي لم راح ارى ودور على عفتار برضو ارى كل مجموعة من الهم قالت له على موضل كل مجموعة من الهم قالت له على موضل كل مجموعة من البيبر قالت له على موضل فوصل لهícios ده وصل لحوالي ثلاثة موديل موديل مثلا ايه وموديل بي وموديل سي طب ايه الفرق ما بين كل موديل والتاني هيقعد ريسيرشر يقيم لنا ده ويشرحه بالدراسة والتحليل والدراسة والتحليل هنا والإفاليواشن مرتبطة بالبروبلم ديفينيشن يعني هو قاعد يقول لنا يا ترى الريسيرش هنا علقته ايه كبيبيرز وسينتيفيك ريسيرش بالريسيرش الخاص به هو طيب بالمقابل هيطلع بايه هيطلع بتقييم مثلا يعني فلاقى في الاخر موديل اي وبي وسي هيقعد يقيم يا ترى يستخدم موديل ايه ولا موديل بي ولا موديل سي الموديلز دي عبارة عن ايه عبارة عن علاقات او مجموعة من العلاقات اللي ما بين الفريابلز وبعضها وليكن مثلا هنا فريابل واحد واثنين واربعة هاي بعد كده هنا فريابل اتنين تلاية خمس عدد من الفريابلز يعني والارقام هنا بالدرجة الاولى ترمز الى اسماء للفريابلز يعني فهنا الريسيرشر لقى تلاتة موديلز موديل اي وموديل بي وموديل سي وبالتالي طبيعة الريليشنز اللي بيلاقيها ما بين الفريابلز هنا بتبقى ديركشنال اكتر ولا نان ديركشنال لا بتبقى ديركشنال ايوة ليه لان هي بتقول وبتؤشر لعلاقة فغالبا قالت وكمان احنا بيبقى معها انما بالدرجة الاولى هيبقى من انواع العلاقات الواضحة عندنا هنا هي الامونت والديركشن طيب إيه اللي يخلي الريسيرشر يختار A أو B أو C ممكن يبقى مثلاً مبدأ بسيط إنه يستبعد موضل C ده اللي هو الأخير اللي فيه سبع variables دول علشان characteristics of parsimony وإحنا اتفقنا إنه ممكن تبسط وتختار الموضل الأبسط مقابل إنك ت conduct scientific research أقوى طيب إيه اللي يخليه يختار موضل B مقابل موضل A مثلاً والله ممكن مثلاً يبقى variable 3 ده بالنسبة له زي ما الحلقة بتاعت theoretical framework significant وهو كان عنده في الconception model أو كان عنده في الcontext اللي عنده فبالتالي رجح استخدام model C عن model آسف model B عن model A لإنه model B دوت فيه variable significant طيب واتفقنا إنه بالتبعية بيكمل بإنه هو يبدأ ساعتها بقى مناسب تستخدم descriptive research design يعني إيه descriptive هنا؟ يعني وصفي أيه هيوصف ايه أو هيوصف ايه؟ أو هيقول تفاصيل ايه؟ أو هيكلم عن details من أنه نوع بداية لأن عندنا already model ما تنساش إن الmodels اللي موجودة دي كان ممكن تستخدمها بشكل مباشر يعني إيه تستخدمها بشكل مباشر ما هو model وفيه variables وقريبة من الواقع اللي عندي فكأني عملت problem definition رسبت conceptual model من variables والعلاقات اللي ما بين بعضها وما بين تأثيرها على dependent وبالتالي أنا ممكن أستخدم model A أو B أو C مباشرةً مش محتاجة أكمل scientific research طب إيه اللي يخلينا كمل scientific research اللي يخليك تكمل اعتقادك وقناعتك إنه لا هو model قريب ولكن مش كافي محتاج نعمله تست على ال context بتاعنا على الواقع بتاعنا على الحالة اللي احنا فيها اللي هي you need to test model for your context لأنه مناسب for the other or the another tested context السياق الاخر ده اللي تم اختبار research فيه مش هو السياق الخاص بيك ده سياق مختلف يعني وبالتالي انت محتاج تراجع استخدام الموديل ده وتفحصه في الواقع اللي عندك انت ساعتها the descriptive research design purpose هو الأنسب وهناخد فيه الموديل كما هو هو variable two three five وضفنا هنا مثلا مثلا الشكل ده ايه one ده ايه ده ال variable اللي كان موجود عندنا مثلا في ال conceptual model وضفناه هنا moderating زي ما اتفقنا وهنخلي moderating asif test والmediation test هو اللي يقول لنا بال statistics يا ترى هو moderating mediating طيب يبقى انا بعمل ال descriptive ده علشان ايه؟ علشان اتست ال relations دي بطبيعتها يعني التفصيلية العلاقة positive ولا negative ال amount وال variables الجديدة اللي انا ضفتها وحتى ال variable اللي انا معطلد عليه ما تنسوش ان انت عندك مشكلة مع variable five ده لان مثلا ال conceptual model بتاعك زي الحلقة بتاعت theoretical framework ال conceptual model بتاعك ما كانش فيه variable five طب اشيله خلاص لا ما تقدرش تشيله طالما بتعمل deductive approach طالما بتعمل deductive reasoning وبتنتج applied research يبقى هتستخدم المodel وهتعدل عليه بال scientific research انك تجمع له data طب اعترض ازاي اكتب hypothetical statement زي ما اتفقنا ونسميها alternative لان null ساعتها هي انه في relation وكذلك هنكتب two hypothetical statements ل variable one وبالتالي نروح نجمع data analysis conclusion ايه ال possible او واحدة من صور ال outcomes اللي ممكن تطلع مثلا يعني والله يطلع معك حق بال statistical analysis statistical analysis على ال data اللي اتجمعت for the design طلع ان 5 مالوش علاقة فاستبعدناه وطلع one مش بس moderating زي ما كنت بتقول لا ده طلع له علاقة مباشرة فبالتالي ممكن يكون فضل moderating variable او تحول الى independent لان له علاقة مباشرة او مثلا يعني variable two اللي هو independent variable ده جيت test positive اطلع positive بس 30% ال amount انت طلع عندك انت لل data collected for your context او your problem definition طلع 50% طيب ما انا عملت كده ايه جديد اه لا انت عملت حاجة عظيمة جدا قلتلنا فحصتلنا الموضل ده عندنا فطلع عليه تعديلات طلع التعديل انه variable five يبقى excluded variable one included variable two طلع ان ال amount بتاعته تتغير من 30% 50% طيب انا كده لما عملت التست ده كله ممكن يطلع معي مؤشرات ايوه بس هل ساعيتها هي مؤكدة لا اسمها مؤشرات اسمها محتاجة further research not not yet confirmed مش حاجة مؤكدة طيب ايه اللي خليها confirmed النوع اللي بعده اللي هنتكلم عليه في الحلقة اللي جايه على طول وبالتالي بقى الفرق ما بين the exploratory and the descriptive purpose of the research design انه the exploratory بيستخدم لما يبقى عندنا scattered fragmented relations within your literature وبالتالي انت هتختار من ال variables دي argument and evaluation هتقوله لنا في literature review انما تختار ال variables دي وتعمل لها hypothetical statements to be tested by data collection analysis conclusion عشان نعرف مين the included ومين the excluded ولما يطلع معاك amount and direction بتعتبرهم not yet confirmed وتقول عليهم محتاجين further research طب لو كانت literature بتاعتك من النوع ان فيها models كتير وكل model مختلف عن التاني اخطر model منهم واقول hypothetical statements لوجهة نظرك ووجهة نظر model أو science selected وجمع data analysis conclusion قلنا النتيجة يا ترى انهي hypothetical statement اللي طلعت accepted وانهي اللي طلعت rejected ولو طلع معك significance برضو بنعتبره not yet confirmed ومحتاج further research طيب يا ترى بنشتغل انهي اكتر يعني بشكل عام في حالة الماجستير MBA او master of science او غيره ويمكن تبقى في منطقة descriptive research اكتر لانه ممكن يبقى صعب عليك شوية تحدد موضوع science بتاعه scattered او fragmented طيب هل ممكن نشتغل النوعين مع بعض اه احيانا لو عندنا models كتير very well developed وحواليها عدد من ال variables متفرقة فاحيانا نسمي design exploratory descriptive او descriptive exploratory او هنشوف بقى وتشوفها مع senior researcher لان دي نقطة تفصيلية شوية حسب literature ونوعها ولكن ممكنة طبعا الحلقة اللي جاء ان شاء الله هنتكلم على النوع التالت والاخير من purpose of research design اللي هو hypothesis testing او الاسم الاكثر انتشارا اكسب لا نتري شكرا جزيلا لحضرات